أثمنا سباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظره الأمريكي جو بايدن المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التواصل إلى وقف فوري لإطلاق النار مشيرا إلى ما قامت به مصر من جهود فائقة على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية وما تقابله تلك العملية من تحديات وصعوبات يجب تذللها وخلال تلقي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد الرئيس السيسي على أن مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي قطاع لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم ومؤكدا ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تحقيق تلك الأهداف وصرح متحدث الرئاسة أن الاتصال بين الرئيسين تناول سبل تعزيزة العلاقات الثنائية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين كما تم تناول الأوضاع الأقليمية في الشرق الأوسط وخاصة الحرب في قطاع غزة حيث نعقش الرئيسان تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق النار الإنساني بهدف حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والرهائن الأسرى وأيضا إنفاذ المساعدات الإنسانية بما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة من جانبه أشاد الرئيس الأمريكي بالدور المحورية الذي تقوم به مصر وجهودها الإيجابية على جميع المسارات تتصل بالأزمة الحالية مؤكدا تقدير الولايات المتحدة للمواقف المصرية داعمة للاستقرار في المنطقة مؤكدا دعم الولايات المتحدة لجهود مصر الدعوبة لإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وأجدد الرئيسان الموقف الثابت لمصر والولايات المتحدة برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم مع التوافق على حل الدولتين باعتباره أساس الدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المنصوص عليها في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة وأوضحت محكمة العدل الدولية أن قرارها جاء بعد أن رأت أن الأدلة والبراهين التي قدمتها جنوب أفريقيا معقولة كانت قضيتنا بمحكمة العدل قد قرأت الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في القضية مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب إسرائيل الخاص برفض الدعوة المقدمة ضدها وأضافت أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة بشأنها كما أعرابت المحكمة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية والتي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين والحاق الأذى الجسدية أو المعنوية بهم وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة كما طلبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لاعتداءات والانتهاكات التي تمارس ضده أشهد رئيس جنوب أفريقيا سيريال رمافوزة بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل بسبب الحرب في غزة ووصفه بأنه خطوة على مصاري العدلة مضيفا أنه يتوقع من إسرائيل الالتزام بالحكم هذا وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قوتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية وفرض إجراءات عقابية على أعمال التحريد واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في الوقت الذي تشن فيه حربا على حركة حماس في قطاع غزة أكدت جماعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن تواقمها تسلمت 85 شاحنة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح وأضافت الجماعية أن الشاحنات كانت محملة بالطعام والماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية فيما لم تدخل أي شاحنة عبر معبر كرم أبو سلم أعلن الجيش الأمريكي تدمير صاروخ مضاد للصفن كان في وضع الاستعداد للإطلاق من قبل قوات الحوث اليمنية مؤكدا أن الصاروخ كان يمثل تهديدا وشيكا للصفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة هذا وأكدت قوات الحوث اليمنية أن قواتها البحرية نفذت عملية استهدفت ناقلة النفط البريطانية مارلين لوندا في الخاليج عدن ما تسبب في اندلاع حريق على متنها وذكر المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي يحيى سريع أن قوات الحوثي استخدموا عددنا من الصواريخ البحرية المناسبة وأن الإصابة كانت مباشرة هذا وأكدت قناة المسيرة للتابعة لقوات الحوثي أن غارات جوية أمريكية وبريطانية استهدفت أو تستهدف منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة باليمن رياضيا وصل منتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالية فيتوريا إلى مدينة سان بيدرو في كوتفور استعدادا لمواجهة القنغ الديمقراطية على أن تقام المباراة غدا الأحد في العشرة مساء بتوقيت القاهرة وكان منتخب مصر تأهل لدور 16 بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بينما تأهل منتخب القنغ الديمقراطية لثمن النهائية بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط مشاهدين انتهى من موجز الثامنة ونعود لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل